من أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة في بيانها المشترك إلى دولة قطر وقف سياسة التحريض التي تنتهجها الدوحة على الهجرة وتجنيس البحرينيين لا سيمة من العائلات التي ثقلها في المجتمع فضلا عن تجنيس العسكريين الذين لم يلبوا الخدمة الاحتياطية مما يعد ذلك ضربا في النسيج الاجتماعي وخرقا لاتفاق الرياض 2013 ضرب النسيج الاجتماعي وزعزعة البنيان القائم بين الدولة ومواطنيها أبرز ما تورطت فيه الحكومة القطرية التي تلاعبت بملف التجنيس لديها من خلال المسي بالتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين فعلى الصعيد الاجتماعي برزت مؤشرات تبين تشجيع العائلات البحرينية للهجرة إلى قطر عبر منحهم امتيازات مادية وآدبية واجتماعية بما يهدف إلى خلخلة الواقع الاجتماعي وتفريغه من القبائل الكبرى إضافة إلى تجنيس العسكريين عمليات التجنيس وكما أشارت المعلومات تمت بتحريض وتشجيع من شخصيات بحرينية موجودة في قطر حصلت على الجوازات القطرية في وقت سابق وتعمل مع الجهات الرسمية حيث يصلت الضوء على أكثر من عشر عائلات بحرينية تقع في بؤرة تمركز التوجه القطري للاستقطاب وبالنسبة للتأثيرات التي نتجت عن عمليات التجنيس واستفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البلاد فقد ساهمت قطر في إعطاء تلك المجموعات الإرهابية الذرائع المناسبة للإساءة لمملكة البحرين فقد شكلت ظاهرة تجنيس البحرينيين والهجرة إلى قطر فرصة كبيرة لدى تلك المجموعات الإرهابية لدعم موقفها والدعاءاتها أمام المجتمع الدولي بأن عدم الرضا عن السلطة والنظام في البحرين هو قائم من قبل جميع المكونات كما استغلت تلك المجموعات الإرهابية عمليات التجنيس للقبائل العربية من خلال ربطه بالدعاءات كاذبة للعب على واتر الملفات التي تمس اهتمامات المواطنين البحرينيين بالشكل المباشر وفي الإطار ذاته أكدت المعلومات أن المجموعات الإرهابية تلك تعمل جاهدة باتجاه استثمار تداعيات عمليات التجنيس هذه لغاية إيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقة لها في المجتمع لتحقيق أهداف شخصية وإذا ما أردنا إضاحة قييم الموقف القطري بالنسبة لعملية التجنيس فإن العسكريين الفرين من الخدمة العسكرية ولم يلبوا الدعوة للقوة الاحتياطية ارتكبوا جرائم بموجب القوانين البحرينية وإن إيواء دولة قطر للعسكريين المشاري إليهم يعد خروجا عن الأهداف والأسس التي وضعها النظام الأساسي لمجلس دول الخليج العربية ويعد تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وخروجا عن اتفاق الرياض عام 2013 وعلى الأخص البند الذي يجب الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم بالرغم من ذلك فإن مملكة البحرين لم تطالب العسكريين الذين أنهوا مدة الخدمة الاحتياطية وذهبوا للعمل أو الإقامة في دولة قطر بالعودة حيث إن مملكة البحرين لا تعارض موضوع عمل المواطنين البحرينيين في دولة قطر أو دول المجلس ويستدل في ذلك توقيع مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية عام 2007 في هذا الشأن ملفات وقضايا عديدة تؤكد التماد القطري ولا زال الدول المجلس وشقيقاتها تترقب بادرة تلتمس منها حسن نوايا الدولة الشقيقة في إصلاح ما فسد